ازاي ما يبقاش في الفترة دي كلها وخلي بالك ان الاستمرار انت يمكن بتقول لها كلام حب بس بشو اغد بالك هي بتبقى عارفة بقى يعني ما في الاه هتقرأ بتقرأ لا لا بقول يعني اه يبقى بس ما ببقاش قاصد ما تبقاش قاصد وانا ما بقول لكش اقصل ان تقول لها والله انت لا هي زكاية بقى انها بتعرف تجرني في الكلام طيب يعني اه بتعرف ايه تفتح كده مواضيع هي عارفة مداخلي اه تاخد الحاجات اللي هي عيدانك كلمة حلوة طب طبعا حلوة طبعا لا لا هي عارفة مفاتيح ليه كويس قوي يعني يعني اكتر واحد عارف مفاتيحي هي فهماني كويس قوي لانها متفرغيالي بجد ما بتشغلش ما بتشتغلش دي اعدالي اعدالك ولا شغلها بابناء عيالها ولا هي عادرة ابناءها الله ماشي الله الله اكبر بس بتغير بقى انت فنان صحيح مجان صحيح مجان بس بتطلع برضو ادوار وفي حب وحاجات كده لا لا هي يعني مش دي الغيرة اللي بتضيقها يعني بتغيرش من اي حاجة في الفن لكن لو لقت حاجات تانية طبعا اه طبعا اي ست بتغير طبعا لو لقت انك انت مشغول بحد بجد او مشغول او حتى على سبيل يعني انه يعني الموضوع زياد عن حد مثلا يعني لا طبعا بيبقى موجودة تانية ومرنا بالحاجات دي كتير وهي بتستوقب وبتفهم يعني ولما كناش استمرنا مع بعض طبعا انما بتبقى فعلا لو ما فيش تفاهم بين الاتنين بتبقى صعبة انا معاك طبعا وخصا لما بيبقى يعني بس هي عارفاني برضو ان انا حكاية كت فتنة الشهرة ديت ربنا كرمني ان انا ما تفتنتش بيها يعني اه فكتت هي خايفة كانت في مراحل صحيح وانت بتعلى كده خايفة حيو اول انت قلت فتنة اه هي فتنة فتنة الشهرة لان الشهرة دي ممكن تسبب امراض دي بيرس طبعا ممكن اه اللي يعني ينصب بيها كده يعني والتنقل في المراحلة الاجتماعية ممكن لما تشوف ناس ما كنتش بتشوفهم ايوا المسائل بتختلف صحيح لا لازم لو مدام في اصول زي ما قلت لحضرتك وروتس كده اللي حاطتها من الاول ربنا هو اللي بيحمي بقى بعد كده لما بيبقى نيتك صفية فعلا والنية سليمة يا ما قابلنا مشاكل وربنا هو اللي حلهالنا بجد لان كانت فيه حاجات ممكن اه يعني تفركش البيت بمنتهى السهولة اه الفرق بين اه وقت جوازك وجواز اسلام اه لا الظروف طبعا مختلفة مش بس الظروف لا يعني اصت الجواز يعني جواز اه يعني فرح يعني فرح بالزبط مش تعمل ايش انت عملت فرح الامال مش امال اه اه تخيلي ما كناش متفقين على ان احنا نعمل فرح لان ما كانش معنا الامكانيات واتعمل لنا ثلاث افراح الله والله العظيم ثلاثة انت بتفكريني بحاجات عجيبة دلوقت ده جميل جدا طب اقسم برب لايزة احنا كنا متفقين وهي بنفس راضية جدا كانت موافقة يعني اه وممي جمال وممضوح وافة الله ارحمه ومحمود الالعاوة الله ادي له السحة يا رب يا رب ويسر الايبيار يا الله ارحمه فكنا المسرحية بدأنا في اسكندرية وبعدين جنا عملناها في مسرح الزمالك وقررت ان احنا ايه نتجوز في الفترة ديت يعني ايه فكنا في القاهرة وكان المونتج جايب لي شقة مفروشة وكان عندي شقة في اسكندرية فقلت خلاص طب انا قاعت في الشقة ديت شهرين ثلاثة طب انا نتجوز فيها وبعدين تكون حتى شقتنا بتاع اسكندرية جهزت ايه ننزل عليها على طول ايه فبس مش هيبقى فيه فرح ولا حاجة فالدني اجازة يوم ان انا بس هروح بها كده بس كده مع أهلها فلقيت صحابي في اسكندرية حملين نفرح فمسرح الليه سيه، كان احمد اللي بياري بيعمل مسرحية اسمه هاتو خود ها وبعدين بالك فرح عملين نفرح بعد المسرح وبعدين رجعت رجعت القاهرة انا ويبقى بتجوزين رح عملين لي فرح اه اه يعني عملو لك كنتوا الاتنين طبعا اه وهي لبس التارحة وتلمس التارحة بيقولك تلت افرحة تلاتة بالملابس الرسمية بتاعت الافراح؟ فرحين منه بالملابس الرسمية اللي هو مع عائلتي وبعدين اللي هو هنا في مصرح الزمالك أو كان في مصرح اللي سي حاجة كده ومع إني ما كناش نويين وهي كانت راضية وهي كانت راضية جداً أنا بقول للجزء كبير قوي أنا أصلي بحط خطوط كده على كلام علشان بس في بيت العيلة أنا حب قوي أحط خطوط على حاجات وأقعد أتكلم معاهم وأقول لهم شايفين ما تيقليش إن الفرح هو الفرح جي من إن أنت الإشهار لا ده فرح لا فيه ناس بتسرف بتستلف عشان يعملوا فرح إلا المنظرة يمكن منظرة لا المنظرة منظرة دي فرحة العمر طبعا والمنظر زي ما أنت عايز دي فرحة العمر بس أنا مش بتكلم في المنطقة دي أنا بقول إنك لما تبقى راضي على شيء معين ربنا ممكن يكافأك أنا بكلمك على تجارب بالزبط كيرا يعني قلت ممكن تمر في دماغي وأقعد أستغرى بقولي إزاي ما أنا حرضة باللي ربنا كاتبقولي بس أنا بقى لي تلات سنين راضي ومفيش حاجة ما ينفعش بتتشرط في الحاجات دي هي حتيجي أنا بكلمك بناء عن تجربة ومش على فكرة مش تجربة واحدة يعني أنا مرت بتجربة كتير كنت مش فاهم دي حتتحقق إزاي وتحققت ومن غير ما أنا أقصد شكرا شكرا